اهلا بكم مشاهدي ومتابعة الفيزيون النوم السابع في كل مكان نلتقي معكم في تغطية اخبارية جديدة للحديث عن استمرار تلقي البنوك المصرية والبريد على مستوى الجمهورية لمصرفات الحجة من الفائزين بالقرعة حتى يوم الخميس 23 مارس مشاهدينا الكرام بتستمر في روع البنوك الوطنية البنك الاهلي وبنك مصر وبنك القاهرة ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية في استلام مصرفات الحج من الفائزين بالقرعة حتى يوم الخميس 23 مارس الجاري بيكون السداد لكامل قيمة تكاليف الحج والبالغة 148.500 جنيه ده بالاضافة الى قيمة تذقارة الصفر للطائرة وهي مبلغ قدره 27.000 جنيه على كل فائز ده طبعا فيما عدا حالات المحارم والمرافقين لمقدم الطلب حيث يتم السداد لهم سويا وده بموجة بطاقات الرقم القومي سارية الصلاحية ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحجة دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية مشاهدين الأعزاء شددت وزارة الداخلية على التزام الفائزين بالقرعة المسددين للتكاليف بضرورة اتباع مجموعة من التعليمات هذه التعليمات هي صادرة من السلطات السعودية بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة والواجب اتباعها من بين هذه التعليمات هي احتفاظ الحجاج الذين يستحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التي تفيد استخدام تلك الأدوية بشكل شخصي وتحت إشراف الطبيب المعالج وضرورة إبرازها لمأموري الجمارك في منافذ الوصول للمملكة العربية السعودية من بين التعليمات أيضا الافصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما في حكمها بما لا تجاوز قمته عشر تلاف دولار أو ما يعادلها من عملات أجنبية أخرى كمان من بين التعليمات الالتزام بتعليمات وزارة الحج السعودية بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة من وسائل التصوير وكمان الالتزام بالتعليمات والضوابط التي تصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة دي كل التفاصيل والمعلومات المتعلقة باستعداد السعودية لموسم الحج وايضا الموضوع الخاص بسداد الرسوم المتعلقة بحج القرعة والتجديدات الخاصة وزارة الداخلية والتعليمات ايضا الواجب اتباحها على كل الحجاج علشان يقضوا موسم الحج على خير بإذن الله كل عام وحضراتكم بألف خير وللقاء في تخطيات جديدة من تلفزيون اليوم السابق